السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فترة كده جالي التعليق حلو وتعليق مهم جدا أخدت له صورة وخلته عندي في الموبايل وكنت مخطط إن شاء الله هعمله فيديو في وقت من الأوقات بحيث الفايدة توصل لأكبر عدد ممكن من الناس وأنا بشرح في الفيديو اللي هو بتاع علاج مرض السكر أو التخلص تماما من مرض السكر بإذن الله تعالى اللي هو الفيديو اللي ظهر قدامنا ده قلت كده جملة عابرة في سياق الفيديو إن احنا نقدر نتشافى أو نتعافى تماما من المرض أو حتى نسيطر على المرض فكان في أحد المتابعين المصحصحين المركز في كل الكلام اللي أنا بقوله رح سألني تحت في التعليقات يا دكتور إيه الفرق بين الشفاء التام من المرض وبين السيطرة على المرض فردت عليه حتى في وقتها وقلت له إن شاء الله أنا هعمل فيديو هرد عليك فيه علشان ندي أمثلة ونوضح الصورة بشكل بسيط ولكن قبل بس ما دخل في الموضوع أي مريض سكر مريض التكيس مبايد حتى لسه مريض عنده بدايات سكر مقاومة إنسولين لازم تسمعوا الفيديو المهم جدا ده هسيب لكم الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو إن شاء الله تعالى لما يكون عندك نار مشتعلة أو حريقة وهتيجي تطفيها هيكون ظهر قدامك اللهب اللي فوق أو الشعل اللي فوق لازم تتأكد إنك طفيت الحريقة تماما لإن إحنا أحيانا بنسمع إن الحريقة طفت أو النار طفت ولكن ما زالت مشتعلة تحت الرماط كلنا بنسمع الكلمة دي لما الظروف بتتهيأ لها بتقوم تشتعل مرة تانية واللهب يظهر مرة تانية والحريقة تزيد مرة تانية فإحنا لازم نتأكد إن إحنا تطفينا الحريقة تماما من جزرها وشلنا كل الأسباب يبقى هو ده إيه؟ هو ده التخلص من المرض نهائي أو الشفاء تماما من المرض ولكن لو إحنا شلنا الأعراض الظاهرة بس الحاجات اللي موجودة وإحنا شايفينها بيعنينا بس دلوقتي ده اسمها السيطرة على المرض وغالبا الحاجات اللي بتكون ظاهرة قدامنا دي اللي هي الأعراض بتاعة المرض ولكن المرض مازال مستخبي جوه في جسمك الأعراض دي بتكون حاجة كويسة مش حاجة ويحشة لها لأنه بيكون جرس تنبيه ليك خلي بالك ظهر حاجة معينة في جسمك أنت مش معتاد عليها فده جرس تنبيه جايلك انتبه شوف المشكلة فين وابدأ عليك هنبدأ إن إحنا نتخلص من الأعراض الظاهرة دي ولازم ننهي على أساس المشكلة علشان نتشافى تماما من المرض معظم أو أغلب الأمراض نقدر بإذن الله تعالي إن إحنا نتشافى ونتعافى منها بشكل نهائي وهو ده الشفاء التام من المرض بشروط إنك تعرف تشخص صح وتمسك الأسباب المؤدية للمرض ده بشكل صحيح وتمشي في الطريق الصحيح ولكن فيه أمراض تانية بقى زي مرض السكر مثلا من النوع الأول على سبيل المثال ربنا بيكتبها على بعض الناس بيكون اختيار واختبار من ربنا أدرك كده المرض ده بتصاب بيه وبيفضل معاك طول حياتك ومن هنا بقى بتيجي الكلمة المهمة التانية اللي هي السيطرة على المرض المرض موجود أي نعم وربنا اختبرك بيه أي نعم ولكن ده لا يعني أبدا إنك تستسلم للمرض وتسيب وينهش وياكل في جسمك ندي مثال عرشان نوضح النقطة دي عندنا فيه نوعين من مرض السكر مرض السكر النوع الأول ومرض السكر النوع الثاني مرض السكر النوع الأول ده بيصاب غالبا ناس في عمره صغير جدا أو الأطفال بيكون عندهم البنكرياس ما بيقدرش يطلع إنسولين خلاص الخلايا اللي في البنكرياس مش بتطلع إنسولين لسبب غير معلوم لحد دلوقتي والحصن الحظ أن الناس دول عددهم قليل جدا مقارنة بمرض السكر النوع التاني طول الوقت بقى الناس دول عايشين مع مرض السكر وهيفضلوا كده لحد ما يموتوا ولكن ده لا يعني بقى أن أنا أستسلم لمرض السكر لأن أنا لو استسلمت ليه أكل غلط نمط حياتي غلط وحتى مهما كنت باخد جرعات إنسولين هتعرض للأعراض الجانبية الخطيرة جدا بتاع مرض السكر اللي هو بيأثر على شبكة العين وبيأثر على الكلا عندي وبيأثر على الأعصاب وكتير جدا لو قدرنا نصيد طرع على المرض نتحكم فيه فإحنا كده هنقدر نتعايش معاه في سلام ونتجنب الأعراض الجانبية الخطيرة بتاعته نيجي بقى عند مرض السكر النوع التاني اللي هو بيمثل تقريبا 90% من تعداد المصابين بمرض السكر الأغلبية مصابين بمرض السكر من النوع التاني وهو اللي أنا كنت عملت عليه الفيديوه ده نقدر بإذن الله تعالى بتعديل نمط الحياة بفقدان الوزن باستيام المتقطع بتثبيت نوعية الأكل بتاعنا والاستمرار على النمط ده نتخلص من المرض ده تماما ونستغنى عن كل الأدوية وناس كتيرة جدا نجحت في كده الحمد لله تعالى ارتفاع اليوريك أسد أو حمض اليوريك بييجي مع الوقت بيعمل حاجة اسم نوبات النقرس الحادة يعني مش كل الناس اللي عندها يوريك أسد مرتفع أو حمض اليوريك مرتفع في دمها بيجي لهم نوبات نقرس نوبات النقرس دهما حتى بيسموها نوبات يعني كده بتكون على شكل هجوم يعني بتيجي كل فترة وفترة بتيجي النوبات الحادة أو الهجوم أو الألم الحاد جدا بتعمرض النقرس وبعد كده بتاخد علاج سيطرت على الأعراض سيطرت على المرض بيتخف الأعراض دي والالتهاب والألم ده يروح وانت كده تفتكر انك عليك المشكلة لا لسه عندك اليوريك أسد عالي وموجود مرتفع لو قدرت ببعض الخطوات المهمة جدا انك تعالجه وتتخلص منه وتعرف الأسباب الأساسية بتاعته يبقى انت كده ايه تشافيت أو تعافيت تماما من المرض وعندنا فيديو برضو مهم كنت انا عامله على موضوع النقرس ده هسيب لكم ان شاء الله الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف واحد عنده انتفاخ أو عنده غزات أو القلوم بتاعه تعبه هيروح للدكتور هيددله شوية علاج ضد الانتفاخات والغازات هيبدأ يرتاح أو حتى سمع الفيديو بتاعه ده اللي انا بتكلم فيه على مشاكل القلوم بدأ ينفس فيه بعض التعليمات في ارتاح منع بعض الحاجات اللي انا قلتها زي الجلوتين مثلا والألبان والبوكوليات بدأ يحس براحة كده سيطرنا على ايه؟ سيطرنا على المرض سيطرنا على الأعراض اللي ظهر هيجي هو بعدها باسبوعين خلاص بقى الرجل ارتاح والأعراض بتاعته راحت وهيظنه كده انه هو خف وانه مرض راح من عنده يبدأ يلخبط ويعقف أكله مرة تانية اللي هي أساسا أسباب المشكلة الكبيرة جدا بتاع القلون ورجعوا الحلقة اللي انا اتكلمت فيها ده في أسباب كتير جدا لموضوع القلون والغازات والانتفاخات ده فمازال السبب موجود فهتيجي برضو الأعراض هتظهر مرة تانية والنار تشتعل مرة تانية واللهب يظهر مرة تانية ولكن لو التزمنا بالفيديو ده والتعليمات اللي انا قلتها وبقى هو ده نمط حياتي كده انا تخلصت من المرض وتشفيت منه تماما بإذن الله تعالى مثال كمان مرضى ارتجاع المريء او حموضة المعدة من اكتر المشاكل المنتشر على مستوى العالم هتروح للدكتور لما الحرقان يجي لك ومش قادر تستحمل هيديك بعض الأدوية او حتى روحت استعدالية اخدت بعض الكابسولات او كيس فوار او حتى اخدت بيكربونات صوديو او حتى نفست شوية التعليمات من اللي انا قلتها في الفيديو المهم ده هتبدأ العراض عندك تتحسن هتظن انك خفيت تماما من المرض لا لسه المشكلة موجودة في معدتك ومشكلة موجودة عندك في المريء وكل شوية هيجي لك الحرقان والقلم الجامد ده والموضوع هيتفاقم ويزيد مع الوقت لو ما التزمتش بكل التعليمات اللي انا قلتها بالفيديو ده وبقى هو ده نمط حياتك وبدأت تعيش بالشكل ده يبقى انت كده عمرك ما هتعالج المرض او هتتخلص منه بشكل نهي انت بس كل ما بيجي لك الهجوم كل ما بتحس بقلم انت قاعد تعالج الاعراض او تسيطر على المرض ولكن لسه الحريقة موجودة احنا عايزين نطفي الحريقة بشكل تام ناخد مثال كمان بعض الامراض المناعية زي مرض الروماتود مثلا او الزئبة الحمرة الامراض ده غالبا ما بيكونش فيه منها شفاء تام ولكن النقطة الفيصل هنا انت هتتحكم وتسيطر على المرض ازاي لو انت اهملت ده معناه ان الالتهاب هيزيد معناه ان الالم هيزيد معناه انك تحتاج جرعات عالية من الادوية معناه ان انت كمان هتاخد بدل ما تاخد مثلا النوع او نوعين ده ولا هتاخد ثلاث واربع ادوية فهتتعرض لاعراض جانبية كتيرة جدا من بتاعت الادوية لو سيطرت على المرض لو سيطرت على اعراض المرض ببعض الاجراءات البسيطة اللي هي الحاجات اللي بتقلل الالتهابات في جسمك العصبي. شوية الحاجات البسيطة دي. وتبعد عن اي موضة حفزة او اي اكل مصنع من برة. شوية الحاجات البسيطة دي بتقللك الالتهابات في جسمك. انا كده الحاجات دي مش هتخليك تخف من المرض. ولكن بنعمل ايه? بنسيطر على المرض. بنتحكم في المرض. بنتحكم في الاعراض اللي جاية من المرض ده. اللي ممكن تأزيني وتنغص علي ايه عشتي. وبس كده انا خلصت الحلقة اتمنى ان شاء الله تكون الفكرة وصلت لان زي ما قلت معظم او اغلب الامراض نقدر ان شاء الله نتشافأ او نتعافى منها بشكل كبير جدا وحتى الامراض اللي مش منتظر منها شفاء بشكل تام نقدر نسيطر او نتحكم فيها وهو ده اللي هيفدني وهو ده اللي هيحافظ على صحته في الحالتين. ما تنسوش بقى تعملوا لايك او شير للفيديو عشان توصلوه اكبر عدد ممكن من الناس الناس اللي ما اشتركتش معنا في القناة والناس الجديدة معنا اول مرة تشوفني اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا صورة الجرس عشان توصلوكم تنبيهات بكل الفيديوهات الجديدة. وكمان متنسوش افكركم بقناة التانية او قناة الجديدة اللي هي قناة قوة المعرفة. القناة اللي احنا بنقدم عليها معلومات مختلفة في كل المجالات. القناة دي مش قناة طبية ولكن قناة متنوعة. في فيديوهات انا بعملها بنفسي وفي فيديوهات انا بستضيف ناس هي اللي بتقدم الفيديوهات عندي على القناة. اشتركوا في القناة